هل كل كبيرة دون الشرك الأكبر والكفر إذا فعله المؤمن ينقله من الإيمان إلى الإسلام؟ لا المؤمن يعصي تقع منه المعصية ويقع منه المخالفة لكن يتوب إلى الله عز وجل وهو مؤمن لا ينتقل إلى الإسلام لأن الإسلام يدخل فيه المنافق الإسلام يدخل فيه المنافق وأما الإيمان فلا يدخل فيه المنافق